السلام عليكم أيها الناس أنصحكم بمشاهدة اسلامmylife.tv أنتم لا تعلمون ما الذي تفوتونه بعدم مشاهدتكم لهذه القناة وشكرا 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل واجعلنا آية منها لمبسرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وشكرا 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي علمنا الإسلام وهدانا إلى هذا الصراط المستقيم الحمد لله الذي علمنا الحكمة والقرآن الحمد لله الذي آخى بيننا بدين الإسلام الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذه الدنيا على طاعته في مجلس من مجالس ذكره سبحانه وتعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه مالك الملك ذو الجلان والإكرام صاحب الفضل والمن والعطاء سبحانه وبحمده لا أحصي ثناء عليه وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه إمام أنبيائه وخاتم رسله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الكرام فأحمد الله عز وجل الذي جمعني بكم ويسر لي هذه الأسباب وأعانني وإياكم على هذا الباب من أبواب الخير والأجر والثواب وأبتدئ كلمتي هذه حقيقة بإعلاني عن فرحتي وسروري وأنا جالس بين إخوتي وأخواتي صدقوني لألا أصرف مزيدا من الوقت فإنني لا أستطيع التعبير عن حجم الفرحة والشعور بالسرور وأنا أجلس اليوم بين إخوة لي ما عرفتهم من قبل ولا رأيتهم لكنني اليوم أجلس وأياهم وأشعر أن بيني وبينهم من علاقات الأخوة وجسور المودة كأني أعرفهم منذ سنين أميان أعرفهم أنتي تعالى أعرفهمлиш castle الابت اليسلام أتيت إليكم إخوتي و أخوات الكرام من مكة بلد الله الحرام أحمل لكم من الحب والفرح والسرور بالجلوس إليكم والاجتماعي معكم بحجم مكة التي تستقبلوا ملايين المسلمين كل عام وأن اليوم حقيقة أرى في إخوتي الكرام من أهل زينيطسا وفقهم الله قدرا كبيرا من الحرص على الخير والرغبة في التمسك بهذا الدين والحب لمجالس الدكر التي تقربه من الله تعالى مازاداني والله حبا له هناك وإحتراما وتقديرا أن Lo Hang kurma السبعๆ في هذا القرد في تثمات في أكrika في الظل vientية كل ما كنت أكبر أغ嘿 أرى على أشكتها لأسكوا أرى اللعب سبق الإخوتي cual أغ lessaches قدارتي أغanicه soldier وفق أي أن تأتي له بعد أمر لحيد أتمنى إلى ذلك هو الأغ당 أعجي تحتاج إلى من شبوب إخوتي و أخوات الكرام أولئي أخوتي و أحباتي الكرام سلامي لهم فردن فردن كأني يصافيحهم واحدا واحدا وبودلو استطاعتوا أن أفعل ذلك لكنه تعبيرون عما أحملوا لهم من الحب والتقدير و الفرح بالجلوسي إليهم زاista svako od vas zaslužuje da mu priđe jednom po jednom i da ga maksus poselamim dakle to je nemoguće međutim samo želim da kažem koliko mi je stalo do vas koliko ste mi bitni و سأبدأوا هذا اللقاء و هذه الكريمات في هذه الدقائق المقبلا بسؤالين أو سؤالين أنا سأطرحوه وريدو الجواب عنه جماعيين بسوتين واحد بسؤالين أو سؤالين أو سؤالين أو لا يحتمل أو تأخير بسؤالين أو سؤالين أو لا يحتمل أو تأخير هل تحبون النبي صلى الله عليه وسلم هل تحبون القرآن ممتاز يقول سهل بن عبد الله التستري أحد أئمة السلف رحمة الله عليه يقول علامة حب الله حب القرآن وعلامة حب القرآن حب السنة وعلامة حب السنة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعلامة حب السنة يقول لنا اليوم في الحلقة الثانية من هذه السلسلة في الحب الذي يربط بعضه بعضا وهو عن حب القرآن والتعلق بالقرآن والاقتراب من القرآن سأعيد السؤال مرة أخرى هل تحبون القرآن هذا السؤال وهذا الجواب الذي سمعناه بصوت واحد أنه نعم نحب القرآن كيف نعرف حقيقة أني أحبه أو لا أحبه المسلم بعاطفته لمجرد أنه مسلم لا بد أن يقول أنه يحب القرآن لكن اليوم كلامنا حقيقة يا إخوة ما هو هو بيعني كما نقول كشفر للأورا ومسارحة لا حد لا مجرد أن نعرف أين نقع في حياتنا من القرآن نريد أن نعرف أين نقع في حياتنا من القرآن ثم نكتشف أين يقع من القرآن سنكتشف أين نقع من القرآن سنكتشف أين نقع في حياتنا من القرآن سنكتشف أين نقع في حياتنا من القرآن هم اقع مجمعتنين من القرآن سنكتشف أين choose предлагاء بأنهم automعون هشع Brendan، لكن sitter ون تقع داخل الجح nesse stimulating سنكتشف أين وقي شيئنا في نفسهم سنكتشف أين ي хочу أن نضيفهم سنكتشف أين لكلية أين وجهابات تكتشف أين ن tortilla ذاش coordination هم أين في الحبات والتي تجو Δي شب pumpkin سأين ن affinity أarcة أينを أولا منذ متى آخر مرة قرأت فيها شيئا من القرآن سؤال الثاني كم مرة في حياتك إلى اليوم قرأت القرآن كاملا من أوله إلى آخره سؤال الثالث هل هناك من القرآن ستحبه في الحامل أيضا ا 루�قرام السؤال الثالث هل هناك من القرآن أيضا أو سورة تشعر أن قلبك يحبها và يحب أن يقرأها دائما؟ ترجمة المنزلة، هل من في البلد دولك أن أتعلمني لكي ستفقدت تلك أصدقاء الذي هو أحجبكي الشتاب؟ سؤال الربي، كمرتك أجدوك أنك أكرا في القرآن أنك أشتابك أو أنك تعرف ما شيء يتعلمين عن القرآن ترجمة المنزلة، كثير من المتصمين أنك دهدقات القرآن المنزلة لماذا فيما أنت للمجد جدا؟ ما يعني تلك المكوناة؟ مما تعرض من قراءة القرعان و تبعا من قراءة القرآن كم مرة تعرض أنك مستقل و تحدي تعود إليه مرة أخرى سؤال آخر كم مرة تكريت قرآن و تجربة القرآن قرآن و تجربة القرآن و تجربةiere مما تعريق قرآن أو فتحت المذياء والمسجن لتسمع القرآن كم مرة شعرت أن قلبك في غاية الفرح والسروب الذي دعاني إلى هذه الأسئلة حقيقة هو بعض الأوصاف التي جاءت تتحدث عن القرآن هذه الأسئلة التي جاءت تتحدث عن القرآن كم مختلفة في القرآن تتحدث عن هذه الأسئلة أحد منها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول الله أجعل القرآن العظيم ربيع قلبه أحدث في القرآن صلى الله عليه وسلم فيما يقول أن الله أجعل القرآن أجعل القرآن موغا سرطا تعرفون ما هو الربع؟ تعرفون ما هو الربع؟ لأسفيرا جيدة لأسفراء بحقها يشعر من محطة تكرر نفسه أن يجعل الله القرآن رباعا لقلبه فقال نفسه كيف قال الله لأسفر الله إلى אيةкт إجراء من الله فقرآن لجعله رباعا لقلبه تعرفون ما هو الشعور الذي يكون في قلب الأحدين إذا جلست الربيع في الهواء الطلق والماو بجنبه والهواء الجميل والمطار الخفيف كيف هو الشعور بالفرح والراحة التامة هو كذلك يقول عليه الصلاة والسلام يكون القرآن في قلبه فإذا جلس مع القرآن أو سمع القرآن أو قرأ القرآن يكون في مطل ذلك الشعور تماما أيضا مما جعلني أسأل هذه الأسئلة تلك الأية في أول سورة الجن قل أحيي إلييّا يستمع نفر من الجن فقالوا إن ناسمعنا قرآن عجبا جاءت الجن تستمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن فقالوا إن ناسمعنا قرآن عجبا reso جلس من أجل شعب الأسئلة وهنا أسأل هذه الأسئلة يسأل هذه الأسئلة في أسلحة القرآن التي تباركو طبعها تخبرني تحب أن يقوم بزرور كيدا كلما قرأت هذه الآية الحقيقة أتعجب كثيرا وأسأل نفسي عالم الجن عالم عجيب يعني أعجب من عالم الإنس بمعنى أننا نعيش حياتنا في تطور وفي تقدم عالم الجن هو أكثر تطورا وتقدما يعني عالم هو عجيب بالنسبة لعالم الإنس ومع ذلك تقول الجن عن القرآن إنه شي عجيب أكثر تحضير من الناس فقالت إن القرآن شاي عجيم هل العجيم في القرآن هو جمال الفاذه و حلوة عباراته هل جمال القرآن في ترتيب والنظام الموجود بين السور والآيات أم ال عجيم في القرآن هو ذلك اليعجاز عظيم الموجود فيه أم ال عجيم في القرآن هو ذلك الاثر الذي يدخل القلوب في غير سيدان ثم أنتقل وأن أفكر إلى آية أخرى يبين الله عز و إلا فيها أثر القرآن فأزداد عجبا والله يقول الله سبحانه وتعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به لموتى بل لله الأمر جميعا معنى الآية يقول الله لو أن هناك قرآنا ينزله الله يكون في قوته و أثره و عجيب صنعه أنه يكلم الأموات وهم أموات لا يسمعون لكن بقوته يكلم الأموات و يقطع الأرض بقوته يجعل الأرض متقطعة و يسير الجبال وهي جبال ثابتة و راسخة لكن بقوة تأثيره يجعل الجبال تسير يقول الله لو أنه أنزل سبحانه وتعالى على نبي من أنبيائه قرآنا يكون له هذا الأثر من القوة والعجب يكلم الأموات و يسير الجبال و يقطع الأرض لكان هذا القرآن قرآنا يقول أنن أنا بقاكَ أعظر الله تبارك و تألياً يقول أنه أن جبال يكون هناك في قرآ ما يكون يكونوا في دماغ أستخده تحفظة behalf هيكي اسحيصى يستخده الوضبط traditionally يمكن لكي تحفظه يمكن أر ooh يمكنه أرم موضع يمكنه أعنيه يمكنه أن يمكنه يمكنك ان يقول أنه يمكنه هذا السر العجيب للقرآن وهذا التأثير هو أيضا الذي جاء في آية أخرى يقول الله سبحانه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله يبلغ القرآن بقوته في هذا الجبل وهو حجر أصم جمال لا يسمع لا يتكلم لا يحس لكن القرآن بقوته يجعله خاشعا بل متصدعا يعني متشققا يكاد أن ينهار من خشية الله لقوة أثر القرآن سلدي جاسفاركا يوش جدنيا يسته وكما الله تبارك وتعالى كاش كذا بي أبيعي وكذا بي سفستيه القرآن بردو بردو كويات كامنة كويات زملة دابي ستوليكو تريس وزراها يساسولو سزراها ودوبينة والتجينة كويو قرآن هستفلال نبردو فَنَحْتَجُوا كُلَّمَا وَقَفْنَا مَعْمِثْرِ هَذِهِ نُسُسْا نَعُدْ فَنَسَأْلَا أَنْفُسَنَ الْأَسِلَةَ سَابِكَةَ مِنْ جَدِيدَ أَيْنَ نَحْنُ مِنَ الْقُرْآنَ حَلْ نَجِدُوا هَذَا الْأَثَرَ الْعَظِيمُ الْعَظِيمُ الْعَجِيبُ لِلْقُرْآنَ هلَ لَا حَلْ نَعْضِيهُ الْقُرْعَانِ هلَ اعرفنا حَكِكَةً قَدْرَ الْقُرْآنُ وَقِيمَةَ الْقُرْآنُ وَهُوَ بَيْنَا هلْ أَيْنَا حَكِكَةً أَنَّ عَغْلَ وَأَغْذَمُ وَأَثْمَنُ مَا بَيْنَ اَيْدِينَ هل يوم أيها المسلمون هو القرآن؟ هل شعرنا حقيقتا وامنا يقين أن السعادة الحقيقية التي نبحث عنها في الحياة هي موجودة في القرآن؟ هل نؤمنوا يقين أن الضنق والشقاء والهم والغم والحزن الذي نجده في الحياة هي بسبب البعد عن القرآن؟ هل نحن أن نعرف أن تجدنا من أشخاص نعيبا تجدنا من أشخاص نعيبا؟ هل نقول الله لنبيه السلام وكذلك احينا إليك روحا من عمرا وصف الله القرآن بأنه روح الروح الذي هو سره الحياة نحن أيها البشر نتكون من جسم بدن وروح فلولا الروح لكنا أمواتا يصف الله القرآن بأنه روح فكما أن البدن بلا روح يعني الموت فكذلك المؤمن بلا قرآن يعني أنه بلا روح فهو ميت الله تبارك وتعالى وبريشتاها سواء بسانيكا محمدا صلى الله عليه وسلم دمو أبيضي قرآن كي يأصفار دوشا كما أنبارك وتعالى ميت � sample قرآن أدا سواء أبواتا أما أن ابomnia ميت ميت وميتأس قرآن يرخر فجاء ميته تمام لقرآن أنه انتظر مرتفة أولاد هل نحن نعرف أولاد أولاد لابداء هل نحن نعرف هل نحن نعرف لابداء لابداء قائما يريد أن نعرف سيفيد أو سيفيد من يراجع نعرف هل يتأكد أن نعرف أن نعرف يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول النبي عليه الصلاة والسلام فمن كان يعيش بالقرآن وحياته مرتبطة بالقرآن فهو حي ومن كان بعيدا عن القرآن هاجرا للقرآن ناسيا للقرآن فهو ميتن والله مين الاحيان يجب أن نفهم أن الحيات الحقيقية ليست طعام والسلام والحركة والقيام والقعود فهذا قدرن تشتركو فيه معنى حتى البهايه مكرمكم الله هذا القدر من الحياء حركة وقيام قعود وأكل وشرب قدرن تشتركونا فيه البهايه وهذا لا يستحق أن يسمى حياته لكن الحيات الحقيقية التي يحيا فيها القلب ولا حيات له إلا بالقرآن الحيات الحقيقية عندما يكون القلب حيين ولا حيات لقلب إلا بالقرآن ولي ذلك سنقول إن من يحمل القرآن في قلبه من أهل القرآن وحفاظ القرآن وحملت القرآن ومن يشتغل بالقرآن هذا هو الحيات الحقيقية ومن كان يأخذوا بعض من القرآن ففيه قدر من الحياء بقدر ما معه من القرآن ومن كان يشتغل بالقرآن روحاً كما قال لنبيه عليه الصلاة والسلام بل في الحديث الآخر وهي صورة عجيبة أنا أرجو من الإخوة أن يتأملها جيداً في سنن الترمدي يقول عليه الصلاة والسلام إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارب البيت الخارب المكان المظلم المهجور الذي لم يدخله أحد منذ أيام وشهور وسنين ففيه ظلام وغبار وتراب وحشرات تمشي وعنكبوت هنا ورائحة فسيدة لا يستطيع الإسانة لهم للم يمكن أستطيع الإساني لو قلنا لأحدكم الآن أن يدخل في غرفة مهجورة ظلام وتراب وغبار وحشرات ولا هواء ولا ضوء ولا وقلنا له أن يجلس في هذه الغرفة خمس دقائق غرفة خريبة لو قلنا له أن يجلس فيها خمس دقائق ما يستطيع أن يصبر فكيف يرضى أن يجعل في صدره قلب أصبح خريباً ببعده عن القرآن عندما قلنا لك أن يجعل في صدره جداً في صدره ومع لا تذكرون شركة، ولا يلغبك ومع بإمكانك الآخر وقت يأز بجيام لأنه يجعلنا شيء مهجملا لأصبح خلية تقدم الاواقل معاين مرااك وشكل فتان وك October 4th فعلا عبارة محلوح لحظ ما وعادة محنك ومضح لحظة وحظة لحظة 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 الله في نفس الآهل يقول الله وَكَذَلِكَ أُوحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانَ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا فَجَعْلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ نُورًا كما سمّاه روحًا في الآية نفسها ويقول سبحانه وفي آت أخرى فَجَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامُ أيضا جعل الله القرآن نورا يستضيع به البشر في هذه الحياة تحدثنا قبل قليل عن أن القرآن هو سر السعادة في هذه الحياة لأن التعاس أو الشقاء في الحياة يأتي من ضيق الصدر الشقاء في الحياة سببه ضيق الصدر وضيق الصدر إما بسبب مشكلة يواجه الإنسان في الحياة أو بموت حبيب أو بمصيبت ان تأتيه إلى قدر الله وَمَهْ مَجْتَمَعَتِ الظُلُمَاتِ عَلَى قَلْبِ الْمُؤْمِنِ فَلَا نُورَ لَهَ إِلَّا بِالْقُرْآنِ أَلْكُفْرُ يَا إِخْوَى الظُلُمَاتِ وَنُورُ الْهِدَايَةِ فِيهِ أَيَبًا بِالْخُرُوجِ إِلَا الْإِسْلَامِ بِنُورِ قُرْآنِ تا مراحشنا سرطا اوضنسو قفر čovjekو يكافر он ما مراحشنا سرطا يديني ناچن کوئی موزه دا أصويت تو سوى سرطا يَسْتَمَعَتِ الظُلُمَاتِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كِتَابٌ أنزَلَّاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُلُمَاتِ إِلَ النُورِ بِإِذْنِ رَبِّهِم إِلَى صَرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيرُ فَجَعَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ هُوَ الْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَهُ مِنْ أَجْلِ إِخْرَاجِ النَّاسَ مِنَ الظُلُمَاتِ الظُلُمَاتِ الْكُفْرُ وَالْجَاهِلِيَّ إِلَى نُورِ إِسْلَامُ وَالْإِيمَانِ زَتْتَو كَاوْ جَعَلَا تَوَارَكَ وَتَعَالَ قرآن јぇ فَهُوَيْهِ كُرْآن جَعَتْ الْعَاءِ اِسْلَوْ عَوْ لَيْنَ سَعِذِ مُرْكَ لِذِئِ مُرْكَ وَالْمَعَنْ يَسْلَاتِ اُسْلَى صَرَا الْمَعَاصِي الْفَوَحِش الْذُلُمُّ الْكَبَاهِر كل هذي ظلمات تُذْلِ مُعَلَا الْقَلْبِ وَالْقُرْآنُ هُوَا نُورَ الذي يخرجها إلى الطاعة والاستقامة والهداية بقيا نقول إن النور الذي جعله الله في القرآن ليس نورا للقلوب فقط بل هو نور حتى على وجوه أصحاب القرآن أسحاب القرآن أن____ نورفق كله أصحاب القرآن هناك قرآن يزاد وغيح في القرآن ولي أعزالو الله أهل القرآن وحملتهم من أكثرين ناسي إن شراحان في الصدر ونور في الصدر ألودي أصحاب قرآن يوجد القرآن أصحاب القرآن عدد من الأعزال كشفات قرآن رهات مديني قرآن أصحاب قرآن يعيش في القرآن هذا النور من القرآن و هذا سرع السعادة والارتياح الذي نجده أحيانا عندما نجالسوا وناسا لا نعرفهم لكن تجده في نور في وجهه نورا لطاعة بالإيمان والقرآن فهيكون هذا أحد الأسباب التي عيشوا بها هؤلاء نورا مضيان في حياتهم لذلك نجده سبب سيدوني مع الناس وعندما تشعرون لحظة وحظة 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 لذلك لهم صحيح وحظة 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 أحد يحبون من أسباب السعادة في القرآن أن الله يعله مصدر للمرحة أحد أصبحت اصبحت قرآن يعله مصدر للمرحة وحظة أصبحت إصبحت الله قرآن وحظة وحظة كَتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ في أكثر من آيَ يَصِفُ اللَّهُ الْقُرْآنَ بِأَنَّهُ مُبَارَكَ ومعنى ذلك أن البركة موجودة فيه ما البركة؟ البركة معناه أن الشيء القليل يمكن أن يكفيك لشيء كثير بركة هي صفحة التي عندما تجدها مال تجدها مماركة مماركة بذلك أنه مال فقليل من الوقت خمس دقائق إذا وجدت فيها البركة لذلك أن لا تجدها تجدها مهمة فيها لذا سترى أن تجدها لذا كثيرا أعجب بك ومعنى يوميًا تجدها مماركة المتخدمة جميع أن يجعلها مماركة مماركة لكأن اخرج لا يتم المماركة لا يمكنه عملية مماركة مماركة البركة في المال أيضاً أن قليلاً من المال يأتي للإنسان من وظيفة متواضعة وراتب قليل لكن يكفيه لنفقات البيت والمصاريف والإحتياجات بل ويبقى معه زيادة هذي بركة في المال بركة الأولاد مثلاً بركة الأولاد مثلاً أن يجعل الله فيهم صلاحاً وطاعتاً وبرهم بأبائهم ومهاتهم بركة الأولاد مثلاً أن يجعل الله في القرآن فلما نقول القرآن مصدر للبركة فإن الله عز وجل ما جعل البركة التي في القرآن مقصورة على نوعين دون نوعين البركة التي جعل الله في القرآن ليسة محددة بأحد هذه الأنواع وبالتالي فمن أراد البركة في حياته كلها فعليه بالقرآن بركة الأولاد nicht فقط معه في قرآن بركة الأولادadors وبار استلم بركة الأولادة الخاصة إلى القرآن أكثرنا بركة في حياته هو أكثرنا عناية بالقرآن وأكثرنا حرمانا وبعدا عن البركة هو أبعدنا عن القرآن في حياته الله يا حبا نحن لا نقول هذا الكلام عاطفة لأننا مسلمون لكننا الآن نبحث في نصوص الشرعية تتكلم عن هذه القضايا بصراحة مرة ثالثة أو رابعة أو عاشرة ما أدري كم وصنة سنقول طالما كنا نبحث عن السعادة في الحياة فصدقوني ليس لها طريق إلا القرآن وصف الله القرآن أيضا بأنه شفاء في ثلاث آيات من القرآن والشفاء الموجود في القرآن كما قال الله شفاء الليمة في الصدور فيشفي أمراض الصدر ولذلك نقرأ القرآن رقية على المريض بالسحر والمس والعين والحسد ونحو ذلك ونفذ تريد أن تت طرح من Pumpاشه مع الموجود في القرآن والموقع الأرض من الخار والإمتعالنا الثالث عن القرآن ونفاء والقريةية من فلا عن اليسان وأئ conheس match�� من المشفاء على القرآن ware مع taller ونفاء رائم موجود فقط زابير والقeleration من الغضر والقبار والمو relyingاجر على الناس وفتها حت 저희 قرآن بل حتى أمراض البدن المحسوسة هي أيضا تكون شفاءها في القرآن قال الله عز وجل قل هو للذين آمنوا هدن وشفاء قال الله عز وجل قل هو للذين آمنوا هدن وشفاء هذا الشفاء الذي ذكر في آية بأنه لما في الصدور جاء في آية أخرى أنه شفاء عام ولي ذلك فإن القرآن أيضا يسلح أن يكون شفاءً لأمراض نشتكي من الإنسان ألم في بطنه في صدره في ظهره في يديه في رجليه هو لو قرأ القرآن لا وجد فيه شفاءً أعطو أن يكون هذا مبالغا ونعك من العطفات سنوثبت هذا بالدلين لا يجب أن تفكروا بأنني سبجيكتباً ومسلمان لأنني سبجيكتباً وأنني سبجيكتباً بأنني سبجيكتباً في الصحيحين من حديث أبي سعيد من خدري رضي الله عنه في قصة طويلة لما كانوا في الطريق وبعتهم النبي عليه الصلاة والسلام لمهمة وجدوا سيد قبيلة مريضا لدغته عقرب فسألوهم هل يوجد عندكم طبيب يرقيه قال أبي سعيد أنا أرقيه فقرى عليه سورة الفاتحة فشفي الرجل كأن لس به شيئاً دوكز للقرآن ليه ذاستثاري سبجيكتباً حديث بصانيك صلى الله عليه وسلم كويسو زبلجاً وحديث كنزبير كما إماما بخاريا وإماما مسلمة دوكز للقرآن ليه ذاستثاري سبجيكتباً أبي سعيد القدري رضي الله تعالى عنه لقد وصلوا إلى مكان لقد وصلوا إلى مكان لقد وصلوا إلى إخراج لكنه لم يتجاوز أن قرأ عليه سورة الفاتحة فقط قد وصلوا إلى مكان لقد وصلوا إلى مكان كان جوابه صلى الله عليه وسلم له قال وما أدراك أنها رقية جواب التعجب قال أنت من علمك كيف عرفت أن سورة الفاتحة يمكن أن تكون شفاءاً لمثل هذا هذا السؤال براءات لأسحاب قصانيك صلى الله عليه وسلم ومشتسده قصانيك صلى الله عليه وسلم يوبيته أبو سيدة الخدرية كيف سيزنه دايته ليك؟ كيف سيزنه دايته سورة الفاتحة سورة الحمد لله رب العالمين ليك؟ ليس هذا دعوة إلى ترك الطب والمستشفيات والأطباء والذهاب للعلاج ونقول لا داعي له هذه أسباق يجب نأخذ بها لكنه إثبات ليقين يجب أن يبقى في القلوب أن كلام ربنا سبحانه وتعالى جعله الله تعالى شفاءاً هناك أشخاص Wolak هل تأملوا معي أن الله عز و جل لما وصف القران في هذه الآيات الثلاث قال شفاء ولم يقل دواء ما أدري إن كان عندكم في البسنية هذا التفريق بين المصطلحين لكن دواء في اللغة العربية شيء تأخذه من الطبيب يعالجك به الدواء قد يفيد وقد لا يفيد لكن الله وصفه بأنه شفاء لتأكيد وتيقن وتحقيق أن به النفع الذي يبحث عنه المريض في مرضه الله تبارك وتعالى وقاموا في القرآن وقاموا في صورة الفاتحة والفلق والناس وقلوا الله أحد لكنني ما وجدت أثرا نقول لهؤلاء الأحباء المشكلة في القرآن المشكلة فيك عند نقول للمشكلة الأحباء المشكلة في القرآن وقاموا في القرآن وقاموا في القرآن لأننا نتكلم بمصارحة لنكشف الأوراق نقول للمشكلة الأحباء المشكلة في القرآن على مرض لنفسه أو لغيره لما يريد أن يعالج مثلا بعض أقرباء الزوجة والأولاد الفرق بين من يقرأ القرآن وهو متيقن أنه شفاء من عند الله سبحانه وبين من يقرأ يريد أن يجرب ليكتشف بصراحة والله يا إخوة كثير من من يقرأ القرآن استشفاء في الرقية أو في غيرها يقرأ وفي قلبيه تجربة يعني يريد أن يجربة هل يستفيد أو لا يستفيد هذا موقف الله قبيح للغاية وفيه سوء أدب مع الله لأننا كنا معناه يقول أن انظر يا ربي هذا كلام صحيح وغير صحيح كما عندما يكون هناك سمع لكن ليك كما يقول أنه يا ربي هذا كلام صحيح أدب أن يقول أنه أستطيع أن يكون هناك صحيح مثل هذا لا ينتظر من الله عز وجل توفيقا ونا شفاءا المسألة بحاجة إلى يقين يملأ القلب المسألة بحاجة إلى إيمان أن الله الذي وصف القرآن بأنه شفاء هو الذي قال وإذا مردت فهو يشفين المسألة بحاجة إلى إيمان ويقين أن الله الذي وصف القرآن بأنه شفاء هو الذي قال وإذا مردت فهو يشفين سأضربوا مثالي لمسألة اليقين والتجربة أحدنا إذا شعر بصداع في رأسه أو ألم فإنه يبحث عن بعض العلاج مثل بنادول وأخواتها لكن بمجرد أن يأخذ الدواء والعلاج ويبترعها مع كوب من الماء مباشرة يشعر أن الألم بدأ يخف وأن الصداع قد ذهب وطبعا مفعول الدواء لا يبدأ إلا بعد ربع ساعة على أقل أحدنا قد ذهب لها يشعر عقود لها يشعر أن أقل أعطي في قرآن لا تشعر أن يشعر أن تأخذ الكثير من الماء وكما يشعر أنه جعبه أن أخذ مجرد أن يشعر أن يشعر أن تأخذ الماء عندما يبدو أن هذا مستشعر يجب أن يكون مستشعر وأنه لي أقل كؤمن مستشعر لأنه لبين هو بيت أنت شخص يحفن أنه لذلك يمكن أن يدفع على المستشعر هذا يحدث برنا كثيرة في هذا المعام فيديه فيها زمزم قال من الله يقول زمزم فيها زمزم كثير من الشخص لديك منه يجو رب الى لعضوة يجب أن تجرب 50 لرزمم يجب أن يجربه كامل ويجب لحظه مع أعضيك من المشكلة الضيون يجب لها الصنع أهضم أعطي إلى استطاعه جل بعد فلسيد يقول أنه لا أعضي المشكلة نفسها يشرب يريد أن يجرب ليك تشيف والله لو شريبه يقينا لوجد صدق ما أخبار عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وثبت عندنا بالقصص التي بلغت التواتر أن بعض المرضى من مرضى السرطان أجاركم الله وهو مرض كما يعرف الجميع طبيا استعصى على الأطبة ولا علاج له ويصل في بعض حالاته لأنه نهايته الموت لا محالة إما هو ومثال من المشكلة التي تشاهدونها ومشكلة قريبا ومشكلة 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 تشاهدون إلى تلك المشكلة التي تشاهدونها في الناس لأنه يقول أنه لا يوجد شيء لكي تساعده كثير من الحالات تأتي إلى مكة في عمره بعدما يقول له الأطباء في أوروبا وفي أمريكا وفي الدنيا كلها يقولون له الله هذا وجدناه كثيرا يقول له الطبيب اسمع أنت ستموت بعد شهرين خلاص يقول الأطباء لا نستطيع أن نفعل لك شيئا فعلوا كل الذي يقدرون أدويا وكيماوي وعلاجات قالوا لو أنت الآن وصال المرض إلى كل جسمه وأنت ستموت لا محالا كثير من الأطباء في مكة في مكة في مكة في أوروبا يقول لك أنت ستموت بعد شهرين أو 15 يومان أو شهرين يقول إذن أحتمو حيات في مكة في أوروبا في أوروبا كثير من أطباء على أوروبا وأن تكون هناك أيضا في مكة في أوروبا عندما أشقد أنه يكون أطباء دكتور إلى أوروبا وإنها أصبحت 15 يومان على الأمر لتظارب إلى أن تقرأ一واء في مكة في أوروبا أدوث أنت عندما يقرأ لديه أ angeجب في مكة في مكة في أوروبا ستي لديه أوروبا في أوروبا وحاولون ونتجب أن أختي على الأوروبا سيدت لاتنبط وحرك في أوروبا وإعادة أن يُعرحوا إلى راتو وما يتعلق في مكة يأتي أحد هؤلاء إلى مكة وقد قطع من قلبه أي تعلق بالدنيا لأن الطبيب قال له ستموت انتهى هو وصل إلى مرحلة علاق قلبه بالله تماما يقول لكي أنه لا يوجد لك لا يوجد لكي لا يوجد لك لا يوجد لكي يوجد لكي يأتي إلى مكة وقبله لكي لا يوجد لكي فهم لكي أنتهى وصل إلى مكة عندما يأتي لكي والقرآن 였لت له لا يوجد لكي إلا أنت بسبب لكي أكثر لا يوجد لكي أكثر لا يوجد لكي أحد تلا تعالى لا يوجد بلده د잎 قوضي ممعينة ممعينة فَأَعَدَلْ فُحُصَاتِ وَالْكُشُوَفَاتِ تَبِيَ مِنْ جَدِيلٍ فَستَغَرَبَ تَبِيلُ وَقَالَ أَبَدَلْ لَا يُجَدُوا ايُّ أَثَرْ لِلْمَرَبُ مثل الذي كان قبل ذهبه مكة شكرا للمشاهدة شر ح тебя شر ح تباح شر حافة وشيفاء في حياتك ألا تكون سعيدا ألا يمكن بقية شيء هذا شيء هو المساعد الذي يحكم في حيات البيش منذ اللحظة الولى التي هبط منها ابونا آدم عليه السلام من الجنة إلى الأرض يجب أن يكون هناك شيء 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 لما هبط أبونا آدم عليه السلام وأمنا حوى إلى الأرض جاء هذا الإعلان الإلهي الذي ينظم الذي هو قانون الحياة قال هبط منها جميعا آدم وحوى وإبليس بعضكم لبعض عدو قال الله فإما يأتينكم مني هدى تنزلون إلى الأرض وتعيشون وسيأتيكم مني هدى ثم حدد الله طريقين لا ثالثة لهما فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى طريقان لا ثالثة لهما في الحياة إما هدايا اتباع الهدى الذي ينزله الله من السماء إلى أهل الأرض فمن مسلك هذا الطريق فلا يضل ولا يشقى انتبه لا يشقى لا يشقى إذن هي سعادة وبالعكس من أعرض عن ذكري من ترك هذا الطريق ومشى في الطريق الآخر فإن له معيشة ضنكا قلق وهم وغم ويوم القيامة يحشره الله تعالى أعمى هذا الطريق الذي يشقى الأ القيام Haимо الأبد بلا عندما يشقى که إستيره بداينة إبليسان إبليسان ويقول الله أليك وطالcy إيجابي إليك أمانوا أقول أمانوا أدا أمانوا ولي انه هم طريقان إلا ثالثة لهما ولي انه جلسل يوم جلسة مصارحة ساقوه انا وان على أحادي هذين طريقين ولا بود هل تستطيعون تجيب على هذا سؤال أنت الآن في أي طريقين تقع؟ هل تستطيعون تجيب على هذا سؤال أنتبه هم طريقين قال فمن تبعه هدى ومن أعراض عن ذكره أنت ممن تبعه هدى ومن أعراض عن ذكره هل تستطيعون تجيب على هذا سؤال أنت أعراض عن ذكره أعراض عن ذكره أنت أعراض عن ذكره أنت أعراض عن ذكره وفي أول سورة البقرة يقول الله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وصلنا يا أحبة إلى منتهى الحديث الذي يقول لنا باختصار شديد إن السعادة التي يبحث عنها المؤمن وفي حياته هي في القرآن وليسا تيشين آخر هل أنت أعشره بعد ذكره أنتبه حقوق لأن من أعراض عن قرآن بحراء التي تشعر الله به أن لا يشكه لذا كان يجب الأول من قرآن أن يكون لشيء دعوائي أول طريق أولا يجب الأول من أولا حياته مع القرآن يجب أن يجب أن يكون السعادة في القرآن كما يجب الشيء دعوائي ويجب أن يكون سبباً كل جيدة عند القرآن يكون سعادة بشفاء في حياته قد بها من عاشم على القرآن امتلأت حياته بالبركة من عاشم على القرآن اشراكت حياته بالنور من عاشم على القرآن فقد نبابا قلبه حقيقة بالروح انا ايخو بدي جرسيو القرآن نقوه سرم će بيت испنينو دو شام onako كما الله اضعيه قرآن دو شام وسان عودوا إلى السؤال الذي بدأنا به اللقاء وقد رسمنا حريطة ووطعنا القرآن في المنتصف أين يقعوا أحدنا من القرآن قرباً أُوهداً вратимо се питاني коي smo поставили на почетку predavanja когда ناctrate svoj život لا يهمني أن أعرفة جوابا من واحدة من الحاضرين هل هو قريبون الآن أو بعيدون من القرآن لكن يهمني أن يكون الليلة حقيقةً قد اتخذ قرارا ورسم بين القرآن وبين الموقع الذي هو فيه خطا قرر أن يصل به إلى القرآن سنعيد السؤال مرة أخرى الذي بدأنا به ونريد الجواب بصوت واحد هل تحبون القرآن؟ أعطي أن أضع هذا القرآن يجب أن يكون هذا القرآن مؤكداً لأن يعملوا أحدون فورا خروجه من القرآن يؤخطط حياته من القرآن في بناء علاقتين مع القرآن أعطي أن يكون هذا القرآن مؤكداً من القرآن هل تفقنا؟ هل تفقنا؟ هل تفقنا؟ هل تفقنا على القرآن؟ هل تفقنا على القرآن؟ أشكر لهم جميعا عن حرصهم و اهتمامهم و والله من جديد وجددوا علاني عن حب لهم و أنا أيضا أحمل لهم من مكة بلد الله الحرام حبا وتقديرا واحتراما وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان على مجلس من مجلس طاعته أن يشمعنا يوم الأخيرة في جندة عرض و هس مواتو وأسأل الله عز وجل بلد الله تعالى أنت أعلم أن نقل في هذا المكان محمد وآله وصحبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض و هو العزيز الحاكيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة